اسمي سيكي وأعمل في متجر هيلانيدو سؤاله هو يقول أؤمن بإله واحد وأؤمن أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل سؤالي هو ما أهمية إعلان الشهادة أي إشهار الإسلام ما أهمية ذلك لأن هناك في العالم العديد من المسلمين الذين نطقوا بالشهادة بعضهم جيدين ولكن في نفس الوقت بعضهم سيئين في نفس الوقت هناك العديد من اليابانيين الذين لم ينطقوا بالشهادة ولكنهم جيدين جدا فما أهمية النطق بالشهادة الأخ سأل سؤالا جيدا وهو ما أهمية النطق بالشهادة النقطة الأولى هي أنك إن آمنت بإله واحد وأن محمد رسوله فأنت بالفعل مسلم ومن غير الضروري أن تقولها في العلن هذا الأمر بينك وبين الله لكن لكن أنا أفضل أن تقبر الآخرين ليسهل عليك الالتزام إن حان وقت الصلاة إن لم يعلم أحد فربما تقول يمكنني أن أفوت الصلاة اليوم لا مشكلة في هذا إن أعلنت إسلامك فهذا أفضل لأنه يسهل عليك الالتزام أما إن كنت تشعر أن حياتك في خطر إن أشهرت إسلامك فلا تفعل لكن إن لم تكن حياتك في خطر الأفضل أن تشهر إسلامك لأنه سيسهل عليك الالتزام إن كانوا يعلمون بإسلامك فسينصحونك بالذهاب للصلاة إن لم يكونوا يعلمون فلن ينصحوك أما إن أعلنت إسلامك سيحيونك بالسلام عليكم أما إن أخفيته فكيف سيعرفون إن إشهر الإسلام أفضل حتى يسهل عليك الالتزام وحتى يساعدك الآخرون وتساعدهم هو يفهم ما تقول أنه لن يخبر أحدا فلنفرض أن موعد الصلاة أنا لم أعلم أنك مسلم فكيف سأناديك عندما تصلي صلاة الجماعة فإنك تحصل على 27 درجة أفضل من صلاتك بمفردك الأخ سألني حول أن بعض اليابانيين ينطقون الشهادة لكن بعضهم يلتزم والبعض الآخر لا يفعل أتفق معك أتفق معك كليا الآن فلنفرض أنه حضر عشر يابانيين وطلبت منهم أن ينطقوا الشهادة إن لم ينطقوا الشهادة فاحتمال دخولهم النار هو 100% إن نطقوا الشهادة فهناك احتمالية 50% أن يبقوا على الإسلام و50% أن يعودوا للسابق على الأقل هناك فرصة بنسبة 50% للذهاب إلى الجنة أنا أقدم معروفا لهم الناس يسألونني لماذا تجبرهم أنا لا أجبرهم لماذا تجبرهم أنا لا أجبرهم أنا أطلب منهم ذلك لماذا أطلب منك ذلك لأنني أحبكم أريدكم أن تذهبوا للجنة إن لم أفعل فسيحاسبني الله على ذلك يوم القيامة ما أقوله هو أن فرصتك ستكون 50% وحتى إن كانت 25% فلا مشكلة أفضل من نسبة 0% إن لم أدعوك فستواصل عدم الإيمان بالله ورسوله ولا تلتزم أما عندما تنطق بالشهادة فتعلم كل شيء أعلنت إسلامي لذا قد يأتي مسلم ويقول لي لما لا تصلي بعد أن تصلي يسألني لما لا تزكي لما لا تساعد الآخرين أتفق معك بعد نطق الشهادة هناك احتمالية 50% أن يعودوا لما كانوا عليه لا مشكلة على الأقل هناك فرصة 50% أن يبقوا على الإسلام هناك فرصة 50% أن تنجوا من نار جهنم في يوم القيامة ستشكرني إن تقتب الشهادة هذا هو السبب إن أعلنت إيمانك بالله ورسوله ستزيد فرصك في المتابعة إن لم تعلن ففرصتك هي 5% أما إن أعلنت ففرصك هي 50% أو حتى 90% أنا أحبك أخي وأريد أن نكون معا في الجنة لديه التباس حول أن النطق بالشهادة يعطيت تذكرة لدخول الجنة ليست تذكرة أو هي تذكرة للجنة ولكن يجب أن تستخدمها لركوب القطار إن أخذت التذكرة ولم تستعملها لركوب القطار فلم تذهب لأي مكان التفق معك هي تذكرة ولكن إن لم تستخدمها لركوب القطار فهي عديمة الفائدة حتى وإن كان قطارا سريعا كالموجود في اليابان هي تذكرتك للدخول لكن يجب عليك استعمال القطار يجب عليك الصلاة وأن تكون صالحا أما تذكرة في الجيب فستبقيك في طقي فقط هل تقول بأن هؤلاء الذين يقومون بالأعمال الصالحة ولكنهم لم ينطقوا الشهادة لن يدخلوا الجنة؟ إن كانوا يقومون بالأعمال الصالحة لكنهم لا يؤمنون بإله واحد ولا يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لن يدخلوا الجنة إطلاقا ربما يكونون أفضل البشر في العالم هل سمعت عن الأم تريزا؟ الأم تريزا حصلت على جائزة نوبل إنسانة جيدة جدا وتساعد الناس هل هناك متطلبات لدخول الجنة؟ هناك أربع متطلبات لدخول الجنة مذكورة في صورة العصر 103 الآيات من 1 إلى 3 والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه هي الأربعة متطلبات لأي إنسان لدخول الجنة أولا الإيمان بالله ورسوله وكل الأمور الأخرى ثانيا الأعمال الصالحة إن كنت تؤمن بالله ورسوله لكنك مستمر في السرقة والكذب وإذاء الآخرين فلن تدخل الجنة ثالثا التواصي بالحق أن تقوم بالأعمال الصالحة ولكنك لا تدعو إليها الآخرين هذا فعل خاطئ رابعا التواصي بالصبر يجب على أي إنسان أن يحقق على الأقل هذه الأربعة متطلبات ليدخل الجنة أما أن يقول الإنسان أني مسلم أؤمن بالله ورسوله فقط فهذا غير كاف جميع المتطلبات الأربعة لازمة على سبيل المثال هناك ست مواد أساسية للنجاح في الصف العاشر الإنجليزية والتاريخ والجغرافيا والعلوم وغيرها ست مواد أنا نجحت في خمس منها لكنني حصلت على عشر من مئة في الرياضيات ورسبت هل سأنجح في الصف العاشر؟ كلا لم ينجح صحيح هذا هو السبب في أن جميع المتطلبات الأربعة لازمة العمل الصالح وحده غير كافي الإيمان هو أحد المتطلبات يأتي بعده العمل الصالح والتواصي بالحق إذن الشهادة وحدها غير كافية لكن إن تقط الشهادة ستزيد فرصك إن لم تنطق الشهادة فلا فرص لديك هل توافق؟ نعم أوافق هل توافق أم لا؟ نعم أوافق أنت توافق هل النطق بالشهادة جيد أم سيء؟ أعتقد أنه جيد إن كان جيدا فأنا أحبك وأريدك أن تنطق بالشهادة إن كان نطق الشهادة أمر جيد يجب أن تفعلها إذن هل تود ترديدها باليابانية؟ لدي سؤال آخر سؤال آخر قبل الشهادة لا مشكلة وبعد الإجابة على هذا السؤال ستنطق الشهادة أجل أجل نعم أنا أعتقد أنني مسلم بالفعل أعلم ذلك ولكني أريدك أن تعلن إسلامك هو لا زال يقول أن هناك الجيد والسيء في المسلمين الذين ينطقون الشهادة أتفق معه وهو يجب أن يكون من الجيدين ويقول أن هناك بين اليابانيين غير المسلمين الكثير من الناس الجيدين هؤلاء المسلمين المغرورين السيئين هل سيدخلون الجنة أيضا؟ لا إن كانوا مسلمين سيئين ولم يلتزموا بهذه المتطلبات الأربعة لن يدخلوا الجنة إلا إن غفر الله لهم إن غفر الله لهم سيدخلونها عدا ذلك لن يدخلونها الله الرحيم قد يغفر لهم إن كانوا يملكون التذكرة كما قال الله في صورة النساء رقم أربع الآية رقم ثماني وأربعون وصورة النساء رقم أربع الآية رقم مئة وستة عشر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء عندما تنطق بالشهادة فأنت لا تشرك بالله شيئا الشرك أعظم ذنب إن اجتنبته تصبح فرصك في دخول الجنة عالية جدا الله تعالى قد يغفر ما دون ذلك الشهادة تقي من الشرك وهو أعظم الذنوب الذنوب الأخرى قد يغفرها الله أوقف الذنب الأعظم أولا الذنب الأعظم لأن الله هو خالقك يجب أن تحبه وتحترمه إن أوقفت ذنب الشرك بالله فإن فرص دخولك الجنة عالية جدا حتى قتل الناس فرص المغفرة أقل كلما كبر الذنب قلت فرص المغفرة الذنب الذي لن يغفره الله هو الشرك ثاني أعظم ذنب بعد الشرك هو قتل الناس حتى قتل الناس هذه كانت سؤال من هذا الأخ يأتي بعد ذلك ترك الصلاة والزكاة لكن قتل الأبرياء هو ثاني أعظم ذنب أخي أنت لم تقتل أحدا أليس كذلك؟ هل قتلت أحدا أم لا؟ لا حتى ألل وقت الأحد فرصة دخولك الجنة عالية جدا إن تقت الشهادة ماذا تعتقد الآن؟ هل من الجيد نطق الشهادة أم لا؟ نعم أعتقد ذلك هل تؤمن بإله واحد؟ نعم هل تؤمن أن محمدا رسول الله؟ هل هناك من يجبرك للدخول في الإسلام؟ لا 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 لم يجبرني أحد هل تقوم بذلك بمحض إرادتك؟ نعم سأقولها بالعربية ويمكنك الترديد بعدي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما شاء الله أنت مسلم أصبحت مسلم تكبير أسأل الله أن يجازيك ويدخلك الجنة إن لم نلتقي في اليابان مرة أخرى سنلتقي في الجنة إن شاء الله وأخبره أني لا أريده أن يكون مثل ترجمة نال